اشتركوا في القناة الأمريكي باراك أوباما الذي أعلن فيه عن سلسلة من الإجراءات تسير في اتجاه التطبيع مع كوبا وأيضا كلمة راول كاسترو الرئيس الكوبية الذي أعلن هو الآخر عن تطبيع للعلاقات تطبيع جاء بعد مكالمة هاتفية بين الرئيسين يوم أمس وردود فعل كبيرة الفاتيكان لعب دورا أساسيا في هذا التقارب بين البلدين وأيضا كندا على كل الأطيل باعتبار أنكم تابعتم بالتأكيد الساعة الأولى أنا سعيد بأن أستضيف في البرنامج الزميل غسان معلوف وهو صحفي وزميل سابق في منطقر الدولية مناف كيلاني وهو محلل سياسي مجيد بودن وهو محامي وعادل الطيفي أستاذ في التاريخ المعاصر ومعنا أيضا من نيويورك أحمد فتحي وهو كاتب ومحلل سياسي بما أنك في نيويورك أحمد فتحي أريد أن أسألك حتى الأمين العام لأم المتحدة دخل مباشرة على الخط ورحب بهذه الخطوة التي حصلت بين واشتون وهفانا بكل تأكيد سكرتيري العام بن كيمون هو أول من أصدر بيان خلال مؤتمره الصحفي لنهاية العام ورحب فيه بشدة بتطبيع العلاقات الأمريكية الكوبية ربما من هم مستاءون بعض الشيء أو كثيرا من الشيء هم الكوبيون الأمريكيون الذين تباين مواقفهم ما بين الكبار في السن الذين يرفضون هذا القرار شكرا موضوعا وبين الشباب الذين يرحب بهذا القرار جدير بالذكر أن السنة الروبرت مينندز وهو الرئيس لجنة الشؤون الخارجية والعضو الديمقراطي في مجلس الشيوخ الأمريكي وهو من أصل كوبي لم يرحب بهذا القرار ووصفه بأنه يعطي دفع استمرارية لنظام كاسترو إلى مالا نهاية إذن ردود الفعل ستكون مؤيدة ومعارضة بالتأكيد ردود الفعل ستكون مؤيدة ومعارضة تحدث الزميل عن ردود الفعل الكبار بالسن الذين هم عاشوا وعاشوا الهجرة الكوبية ووصولوا نظام كاسترو إلى حكم طبعا ردود فعلهم لن تكون ردود فعل الشباب الشباب الذين منهم من هاجر إلى كوبا مع أهاليهم عند نشوء النظام الكاستري ومنهم من وصلوا إلى كوبا لاحقا أريد أن نوهل نقطة مهمة هنا الهجرة الكوبية التي بدأت مع وصول نظام كاسترو ليست جميعها وليست بأكملها معارضة نظام كاسترو بل وصلت لكن معظم الذين يوجدون في فلوريدا لا نقول ذلك توفيق لأن العديد من الكوبين اضطروا إلى هجرة كوبا في التسعينات نظراً إلى وضع الاقتصادي وغيرها السياسي القائل هذا الوضع الاقتصادي هو الذي دفع أغلبية المهاجرين الكوبيين الحديثين الناشئين الذين تركوا كوبا إلى الولايات المتحدة وغيرها لترك بلادهم ولكن الكوبيون الكوبيون نعلم تماماً أن الكوبيون متعلقون جداً ببلادهم ومطنيين إلى أكبر حد وهذا رد عضو الكونغرس أحد أمثلة مثلاً من الأمثلة لا يمكن أن نقول أن الكوبيون جميعهم جميعهم عفواً معارضون للنظام الكاسي يريدون فقط الرجوع إلى حضن الوطن وهذه هي أولويتهم تفضل أنا أعتقد أن هو نقاش بينكم أوت أنا أعتقد أن تمسك الكوبيون الكوبيون بوطنهم هذا لا يعني تمسكهم بالنظام صحيح إذن هناك فئة كبيرة من الكوبيين وخصوصاً الكوبيين الذين نشأوا في الولايات المتحدة وليس لهم هذا التأثير الكبير للتاريخ العلاقات بين الولايات المتحدة وكوبا هم مؤيدون لهذا و آخر الأخبار القادمة من فلوريدا حيث توجد جالية كوبية كبيرة جداً أكثر من سبعين بالمئة من هذه الجالية تؤيد هذا القرار طبعاً إذن التمسك بالنظام شيء والتمسك بالبطن شيء آخر طيب لا تعلم أن السيجاريوس نعم والكهيبة هناك نقطتين ربما سأعقب حول هذه النقطة لأعود إلى نقطة ثانية ربما وضع هذا التقارب في إطار تطور العلاقات الدولية بصفة عامة النقطة الأولى فيما يخص موقف الكوبيين الموجودين في أمريكا لا يمكن أن نجد موقفاً موحداً فعندما نتحدث عن سيناتور من أصل كوبي ولا لا توجد ديمقراطية لا بالنسبة للكوبيين الذين هم موجودون في الولايات المتحدة لا يمكن أن نقارن موقف سيناتور أو الطبقة الكوبية التي وصلت إلى اندماج كبير يفترض أن يترشح الانتخابات الرئاسية نعم يعني هو أصبح أمريكي أكثر هو ربما من اليمين أكثر منه حتى من ولو أنه ديمقراطي طيب ولو يعني حتى لا يوجد فرق كبير في الحقيقة لو بين الديمقراطيين والجمهوريين مثل ما نجد بين اليسار واليمين كتقاليد الأوروبي ربما ما حدثت حيني يؤيدك الرأي طيب تفر على كل قلت بالنسبة لي يعني قرأت أنه أغلب الكوبيين في فلوريدا يعني جماهير الكوبية العادية المهاجرة التي تشتغل لقوت يومها لا تعارض بالعكس رحبت بذلك يعني الهتمامات ليست نفسها النقطة الثانية التي أود الحديث فيها هي في أي إطار يدخل هذا التقارب بصفة عامة يعني اتفقت الأراء على أنه حدث تاريخي مهم لكن هذا الحدث يجب أن نعرف أنه تأخر كثيرا لماذا؟ لأن هذا التقارب أو على العكس من ذلك يعني التباعد بين الولايات المتحدة وكوبا كان في إطار الحرب الباردة وكان من المفروض بعد نهاية الحرب الباردة أن يتم تطبيع هذه العلاقات شيئا فشيئا لكن هناك عوامل في الحقيقة أعاقت هذا التقارب العامل الأول هو أن هناك تشدد سياسي أمريكي كبير جدا خاصة في وقت جورس بوش الأب وجورس بوش الأب ثم كذلك لم يكن هناك انفتاح كوبي في الحقيقة بسبب ربما بقاء في ديل كاسترو في نفس عقلية الستينات وعقلية ثورة رغم أن الوضعية تغيرت طبعا عقلية الثورة هذا المهم بجد بودا وهذا جزء نقطة أخيرة أخيرة هي أن هناك عامل آخر جغرافي ساعد على هذا التباعد وهو العجلة الجغرافية لكوبا والتي فشلت حسب أوباما وطرفت أن سياسة العزل قد فشل اللوجيسيال الكوبيين هو الذي يجب أن يتغير باعتبار أن حتى الآن الحديث هو عن الامبريالية الأمريكية اللوجيسيال الكوبي سيتغير وهذه العملية هي عملية ذكية جدا وستسرع في إسقاط النظام الكوبي كما هو لسبب وحيد تعتقد يعني مسألة أكيدة جدا ولو أنه يقال لنا براول راول هو أكثر براغماتية من في ديل راول أكبر براغماتية من أخيه في ديل ولكن النظام الكوبي هو نظام مبني على رأس مالية الدولة أو النظام الاشتراكي أي بمعنى رأس مالية الدولة أنا أعرف أنه شيوعي هو النظام شيوعي ويعني أدوات الإنتاج كلها حكومية كلها هي بيد الدولة اقتصاد موجه اقتصاد مبرمج والشعب الكوبي يعاني من وضع اقتصادي سيء جدا وإذا وقع وأوباما يعني اعترف بأن الحصار فشل الحصار فشل لأنه الحصار دام حوالي يعني 50-60 سنة والآن أمريكا أولا مضطرة لفك الحصار عن نفسها في موضوع أوكرانيا لأن روسيا لها موقع يعني قدم في كوبا ونرى أن كوبا كانت دائما هي نقطة الارتكاز الروسي ضدها وخاصة في الصواريخ في الصواريخ الخنزير إلى ذلك اليوم يعني كوبا صواريخ الخنزير يعني طيب خريج الخنزير خريج الخنزير يعني هذا يعني هذه العملية اليوم أمريكا هي في وضع صعب أمام اقتحام أوكرانيا من قبل بوتين وهذا الاقتحام أمريكا ردت عليه بإنزال الاقتصاد الروسي 60% نزل روبل قيمة روبل نزل 60% صحيح ولذا هناك حرب على يعني بين يعني قوة جديدة تعيد تتموقع من جديد هي روسيا ثم أمريكا التي تريد التي فقدت وضعيتها الاقتصادية كأول اقتصاد في العالم يعني لأن الصين برزت الآن والصين صارت يعني الممولة الأساسي للاقتصاد العالمي في هذا الإطار أمريكا أرادت أن تفك الحصار عن نفسها طيب سوف نرى مع أحمد فتحي الذي لا نريده طبعا أن نحن نعزيلك ويمكنك أن تتدخل متى تريد تفضل تفضل بالنسبة للموضع القدم الروسي في الكاريبي والأمريكاتين روسيا لها وجود في فنزويلة يجب أن لا ننظر إلى هذه النقطة أو تطبيق العلاقات الأمريكية الكوبية بمعزل عن التأثير في فنزويلة نتذكر أن هوجو شافيز والرئيس مادورو والرئيس الفنزويلة الحالي هم يحتفظون بعلاقات وثيقة جدا مع النظام الكوبي والإخوة كاسترو نتذكر البترول المجاني أو المخفض تخفيضات مهولة الذي يُعطأ لكوبا وبوليفيا على سبيل المثال بالنسبة لترتيب الاقتصاد العالمي أنا أحب أصحح المعلومة أن الاقتصاد الأمريكي من حيث الناتج المحلي الإجمالي هو ما زال الاقتصاد الأول في العالم ويليه الصين بفروقات رهيبة لا تقل عن 40% انتاجية المواطن الأمريكي أعلى بكثير منها من انتاجية الصين الصين دولة بازغة في الاقتصاد ولكنها لم تصل بعد إلى أن تحتل المرتبة الأولى في الاقتصاد العالمي عفوا تدقيق يعني أمريكا نزلت ولكن الصين هي أقل من أمريكا فيما يخص مدخول الفرد ولكن فيما يخص لما يدخل الخام أمريكا ساعة أول في ناتج القوم الخام لكن هناك كلمة فقط عن الصين الصين صحيح أن أصبحت قوة اقتصادية كبيرة في العالم وربما الأولى في العالم ولكن ولكن ما تزال ما تزال أراضي كبرى مناطق كبرى من الصين ما تزال تعتبر دول دول النامية من الدول النامية لذلك تطور الصيني تطور الاقتصاد الصيني لم يطل الصين بأكملها هناك رأس مالية ناشئة في الصين حسنت بعض الأوضاع في المدن الكبرى وإلى آخره وخاصة التجارة الخارجية لكن فيما يتعلق بالصين ككل ما تزال هناك مناطق فعلا تعيش كأنها بالعالم هناك من يتفاعل معك منافك لاني ومنافك لاني هل تظن أن الرئيس السابق في دل كاسترو كان سيقبل هذا التطبيع أكيد بالتأكيد لا لأن رئيس كاسترو كان في موقع من هم كانوا سأذكر فقط مثالا من هم كانوا في مضبط تحليم فلسطينية كجورج حباش ونايف حواتما وغيرهم والذين كانوا متمسكين بفكرة إزالة دولة إسرائيل إلى أبد من البحر إلى البحر من النهر إلى البحر ولكن رئيس عرفات إذا كان هو بدرجة براغماتية رئيس كاسترو فضل أن يكون هو في الواجهة في مفاوضاته مع إسرائيل وهذا ما حدث في كوبا رئيس عرفات رئيس عرفات رئيس عرفات أخذ مكان تقارنه بياس عرفات يمكن أن يقارنه بياس عرفات بدرجة براغماتية بحيث أن رئيس عرفات وفي دعب القذافي والله الله يبحمر لكن بجميل أحوال نقول كاسترو هو كان البديل الوحيد في النظام الكوبي بديل ثقة لأنه يعلم تماماً أن هناك حطوطاً حمر كما ذكرته أخي الكريم أن النظام لن يتغير النظام لن يتغير أكيد لأن في نظام شيء في جنات النظام لا تسمح له بإعادة تركيبة نفسه لكن بالنسبة لتحرير الإنسان الكوبي بالنسبة لإعادة برمجة الإنسان الكوبي اللوجيستيال كما ذكرته النظام الواقع أن الإنسان الكوبي منذ نشأته يعلم تماماً أن هويته هويته كوبية ولكن هويته أمريكية كذلك بقارة أمريكية مرتبط بالقارة الأمريكية العلم الكوبي نفسه هي ألوان أمريكية نشأت كوبا تاريخها عاداتها يمكن أن نتكلم حتى عن ارتباطها الثقافي العفوال اللغة الإسبانية ولكن اللغة الإسبانية مطعمة باللغة الإنجليزية اذهب إلى كوبا أخي الكريم وقارن باللغة الإنجليزية كلمات عديدة حتى الأسام التسميات الأسماء أنا منافع حضرتك كده كلهم أسماء ناشئة صحيح ولكن أسماء أمريكية تفضل أنا أريد أن نقول أن الاقتصاد الكوبي إذا حصل انفتاح سياسي مع الولايات المتحدة لابد أن يرافقه مع الزمن تحول اقتصادي وتحول سياسي لذلك كما حصل في الصين في الصين هناك تحول اقتصادي كبير ونشوء رأس مالية فعلية وقطاع خاص قوي مع الزمن هذه الرأس مالية ستبدأ بالضغط على الحكومة المركزية للمزيد من المكاسب للمزيد من المكاسب الاقتصادية وأيضا المكاسب السياسية لذلك وإذا كان النظام الاقتصادي الكوبي قدر على مواجهة الضغوط الأمريكية لأنه كان يعتمد أصلا على الاقتصاد الروسي وعلى الاقتصاد الصيني وعلى الاقتصاد اللي بيتنامي بشكل خاص وأيضا روسيا عادل تيفي هل تظن أن كوبا في موقع قوة بعد هذا التطبيع السؤال مواجه إليك من منال لا أعتقد بالعكس كوبا هي في موقع ضعف يعني الاقتصادي حتى بعد رفع العقوبات حتى بعد رفع العقوبات ما هي القوة القوة حالية حضرة والحضرة بسكل سلبي على الاقتصاد الكوبي أكيد لذلك أقول أن كوبا ليست في وضع قوة كي تتفاوض مع الولايات المتحدة يعني رفع العقوبات ستربح منه كوبا مباشرة لأنه يجب أن نعي نقطة الاقتصاد الكوبي منهار والوضعية الاجتماعية في كوبا يعني وضعية صعبة وصعبة جدا يعني حتى أنه أو المشتوى الدخل هناك خدمات يعني تصور أنه حتى في لافان العاصمة هناك طبقة يعني من الكوبيين هم يعني مثل العمال الغير الشرعيين في أوروبا يعني بدون أوراق لماذا؟ لأنهم قدموا من الريف ولا يمكن في مدينة لافان أن تستقرها بدون ترخيص يعني وضعيات سيئة جدا ولذلك عملية الانفتاح لابد منها ثم من ناحية أخرى في إطار العلاقات الدولية وحتى الاقتصاد الدولي لا يمكن في القرن الواحد والعشرين تصور اقتصاد منعزل تماما عن المنظومة الاقتصادية العالمية السؤال الذي يطرح هو ماذا؟ هو طبيعي جدا الانخراط في الاقتصاد العالمي هو يعني مصير كل الدول لكن كيف للأنظمة أن توجه هذا الانخراط لصالح شعوبها ورفيهية شعوبها وهذا هو النقطة المهمة ثم نقطة استراتيجية باختصار حتى نام في الاقتصاد أكيد يعني لأنه عام المهم باختصار 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 حتى يكون عادي حتى يكون عادي تتزاحم الأفكار هناك أوباما اليوم قال كلنا أمريكيون قالها باللغة الإسبانية وقالها باللغة الإسبانية هذا يذكرني في بداية يعني ظهور القوة الأمريكية في بداية القرن العشرين عندما كان شعار العلاقات الخارجية الأمريكية هو أمريكا للأمريكيين طبعا إلى ماذا يحيل هذا؟ أنا أعتقد أن رهان الولايات المتحدة هو رهان شوق أمريكية بأتم معنى الكلمة تضم القرنتين يعني ولماذا؟ لأن هناك نقاط التقاء جغرافي حضاري ديني تختار الجوار تختار الجوار الكرايفي طبعا كوبا على بعد 150 كم من فلوريدا كوبا ممولها الأساسي هي روسيا روسيا في حالة انهيار اقتصادي كوبا ممولها كذلك فينزويلا ما صار في عملية البترول وانهيار البترول من 120 دولار إلى حوالي 50 دولار هو انهيار لميزانية فنزويلا لذا كوبا صارت مختنقة وأوباما ينقذ كوبا من الغرق وماذا سيقع في كوبا؟ الآن ستغضغ أمريكا بالمال على كوبا وبالاستثمارات ولذا هناك الآن تجهيز لمعاهدة حماية استثمار بين كوبا وأمريكا وهذه المعاهدة ستضمن للمستثمارين الأمريكان حماية الدولة الكوبية وإلا ترد كوبا أن تدخل تحت مسؤوليتها الدولية ولذا سينفتح السوق وإذا انفتح السوق ستضغ أموال وسينتعش الاقتصاد والنظام رأسمالي الحكومي سيتحول إلى نظام رأسمالي عادي أحمد فتح يبدو أن المستفيد الأكبر هي الشركات المتعددة للجسيات التي سبقها وأن تم إخراجها من كوبا مثل ما تعلموا أيضا الاقتصاد الأمريكي الشركات في النهاية المجتمع الأمريكي هو مجتمع قائم على الشركات الكوربريشن وهي بالتالي الحكومة الأمريكية واجبها ومن واجباتها الأساسية أن تؤمن لهذه الشركات حماية استثماراتها ليس فقط في كوبا ولكن في كل دول العالم التي لها استثماراتهم فيها أحب أن أضيف نقطة سريعة جدا أن من ضمن أيضا النتائج المباشرة التي ستنتج عن هذا التطبيع في العلاقات وعودة العلاقات الدبلوماسية هو التأثير في الضمان حق الهجرة الأوتوماتيكي للكوبيون الذين كانوا يصلوا إلى الأراضي الأمريكية كما ذكر أحد يوفك الكرام أن المسافة لا تتجاول 150 كيلو متر كان القانون السابق يفترض أن من يصل من كوبا ويلمس الأرض الأمريكية يعطى حق الهجرة بدون تأخير بدون انتظار القواعد العادية التي تطبق على مختلف جنسيات العالم هذا الحق أتصور أنه سينتهي الآن وعلى الكوبيون الذين يريدون أن يهاجروا إلى الولايات المتحدة أن يسلكوا مصار القنوات الطبيعية مثلهم مثل مختلف الشعوب النقطة الثانية هي أخيرا سيستطيع المواطن الأمريكي مثل أصدقائي الأوروبيين الاستمتاع بقضح قهوة الإكسبرس والصيجار الكويبة الفاخر بدلا من الذهاب إلى المكسيك والدول الأخرى صحيح معلوف هناك سؤال لك على تويتر غسان معلوف هل سياسة الحوار للرئيس أوباما مع إيران والمكسيك وأخيرا كوبا تؤكد تجسيد الرئيس لسياسته وأنها تجيب على الضيوف فينتهر أنا أعتقد أن الرئيس أوباما منذ ولايته الأولى منذ تسلمه السلطة وضع سياسته الاستراتيجية الخارجية على تحسين علاقات الولايات المتحدة مع الجوار بشكل خاص ومع العالم بشكل عام لذلك الحوار الآن مع كوبا وأحب أن أرد على الزميلة الحوار الآن مع كوبا ليس لأن بنزولا أصبحت على حافة الإفلاس بسبب نهاية سعر نفط بينما المفاوضات حول تحسين العلاقات والانفتاح الأمريكي الكوبي بدأ منذ زمن طويل ولكن بشكل سري وأتى ثماره الآن أتت ثماره الآن بعد تدخل كبير من قبل الفاتيكان وكانت تدخل الفاتيكان حاسما لإعادة العلاقات أو لانفتاح العلاقات الولايات المتحدة نحو كوبا اسمح لي أعود على نقطتين الأولى ما تفضلت بها السيد الكريم بالفعل أن العلاقات الكوبية الأمريكية مستمرة حتى بفترة الحظر وبهذه الفترة استمرت علاقات التي السريعة لا نعرف عنها شيئا طبعا سيكتب عنها المؤخر الرخون لاحقا ونعرف تماما التفاصيل ولكن الهم الوحيد الأول لفيديل كاسترو عندما سلم السلطة لأخيه رؤول كان هو تنظيم انتقال الحكم في كوبا لأنه يعمل تماما فيديل أو أخيه أنهم في آخر العمر وفي جميع الأحوال ستقول السلطة إلى غيرهم إلى غير عائلة كاسترو وقد يكون انتقال الحكم أو تغيير الحكم في كوبا بشكل فوضوي لا يمكن أن تتحمله هذه الجزيرة لأنها جزيرة فلذلك سعى رؤول منذ استرامي الحكم وهنا أرد على زميلي أن يكون الاقتصاد يتحول بشكل تدريجي إلى الاقتصاد بشكل عادي ولكن منظم ألا وهو السماح للشركات الصغيرة ونعلم تماما أن الشركات الصغيرة في كوبا مسموح لها بالعمل برأس مال كوبي طبعا وهناك أيضا ما يسمى جويت فينشر أي شركات خاصة برأس مال أجنبية ليست بضرورة حكومية من جهة كوبية ومن جهة أخرى طبعا أجنبية وهذه الشركات تعمل تماما الآن في كوبا ما يحدث الآن أننا دخلنا في مرحلة العالمة الواقع الإنسان الكوبي يرى تحدثت الزميلة قبل قليل عن 500 عن الكوبي الذين يملكون ما يمكنهم أن يتصلوا به بالأنترنت هذا ناتج ليس عن منع الحكومة الكوبية ولا أدافع عنها ولكن عن قلة الأجهزة طبعا الأجهزة التي تسمح بالاتصالات وفي جميع الأحوال الكوبيون منفتحون على جيرانهم إخوانهم أمريكيين منذ زمن عن طريق ليس بضرورة بطريقة مباشرة ولكن الجميع يعرف أن الكوبيون الموجودون في فرويدا وغيرهم عندما يريدون أن يزورون أو يلتقون بأقاربهم في كوبا يذهبون أو إلى المكسيك أو إلى غوادلوب أو إلى مرتينيك أو إلى سامرتين أو هذه الجزلة في البحر الكاريبي وهذا بعلم الحكومة الكوبية الواقع أن هناك واجهة من التشدد التي انفلت عقدها منذ انهيار اتحاد سوفيتي ولكن حافظ النظام عليها ليضمن هذا الانتقال بدون هذه الفوضة مجيد بودان لنت أيضا تثير ردود فعل لابد أن تثير ردود فعل هل اختلاف سياستين الأمريكية والكوبية يجعل من تطبيع العلاقات محدودا حسب ما قلت أنت نوعيا هو ليس هناك نفي لدور الفاتيكان والباب الآن هو من أمريكا اللاتينية طبعا كذلك فرانسيس يعني من يعني كذلك محاولة فراغ جوانتانامو داخل في نفس الإطار وكل هذه العمليات هي السياسة الخارجية هي السياسة الخارجية لأمريكا وهناك إعادة رسم تقصد هي إعادة رسم قبل أن يغادر وقبل أن يغادر لأن لم يبقى له إلا سنتان وهناك سياسة أمريكية طويلة ومن منذ عقود والعملية يعني هناك تطبيع لا شك فيه إيجابي وهذا هو يعني مصير هذه العلاقة يعني لأنها فشلت والمواجهة فشلت يؤثر على العلاقات الدولية هذا المؤثر هو داخل في إطار العلاقات الدولية بكلها يعني والكوبيون صحيح أن الكوبيون هم أمريكان بالدرجة الأولى مثل هذا شيء طبيعي جدا من ناحية من ناحية الاقتصادية محاولات النظام الكوبي لانفتاح الاقتصادي يعني داخل كوبا هي محاولات يعني صغيرة جدا ويعني حتى لو هناك يعني انفتاح على الشركات الصغيرة فيبقى أن الاقتصاد الكوبي هزيل جدا ولا يمثل أي ثقل في النظام العالمي وكوبا لها إمكانيات كبيرة جدا يعني لو نرى يعني البواخر الأمريكية التي تنزل بالسواح في بهامس وعندما ترى باخر أمريكية يعني 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 تنزل مدينة يعني مدينة كابلة متنقلة لا تنزل في كوبا يعني هذا الانفتاح هو انفتاح اقتصادي وانفتاح ثقافي سيتمتع الأمريكيون والكوبيون كذلك هناك بعض نقاط مهمة بعجب ربما تكون السياحة في الصناعة الأولى التي ستستفيد منها الجزيرة الكوبية لأنه لا يوجد كما ذكر أنه لا يوجد استثمارات سياحية في داخل كوبا يوجد رغبة كبيرة جدا في السوق الأمريكي إلى زيارة كوبا ليس فقط من الأمريكيين الذين لهم أصول كوبية ولكن من الأمريكيين العاديين الذين يريدون الذهاب كان الأوروبيين يذهبون إلى كوبا بلا مشاكل استثمارات الغير أمريكية موجودة في جزيرة كوبا نعلم هذا شيء تماما إن كانت شركات ألمانية أو فرنسية أو حتى كندية وأن تدخل كندة في الموضوع ولو كان تدخل ثانوي صحيح أنه جاء بدرجة ثانية بعد تدخل الفاتيكان ولكن كندة تدخلت لأن لها كذلك مصالح قصادية في جزيرة كوبا مصالح موجودة ليست مصالح مستقبلية أو يراهن عليها قائمة لا نضع لا يمكن أن نضع جميع الأمور في الخانة الأمريكية وكأن أمريكا هو مركز العالم لا أمريكا ليست مركز العالم ولا أسمع منك هذا مركز مركز في قبل لكنه مركز العالم لا التقود يعني عملية طبيعي جدا حتى كان دول الولايات المتحدة أنا أعتقده نفس المشروع لا يوجد اختلافات كبيرة ولكن السياسة مع كوبا مختلفة السياسة الكندية والسياسة الأمريكية مختلفة بالمقارنة مع الدور السابق الذي كانت تحتله كل دولة في طار الحرب الباردة هذا هو الاختلاف وهذه هي التابعات التي بقيت فيما بعد هناك بعض النقاط بسرعة بالنسبة للحصار سياسة الحصار الاقتصادي خاصة التي تبعت في بعض الدول منها كوبا منها إيران منها عديد الدول الأخرى الحصار الاقتصادي عادة ما يؤدي إلى نمو الإحساس الوطني الداخلي وعادة ما يقوي الأطراف المحافظة مثل ما شاهدناه في إيران النظام الإيراني وهو نظام محافظ سياسيا ودينيا إلى غير ذلك ينتعش من المواجهة مع الغرب ومع كل عملية هذه نقطة مهمة النقطة الثانية في علاقة الاقتصاد بالسياسة وبالتحول السياسي ممكن الاقتصاد الرأسمالي بصفة عامة لا يمكن أن ينشط إلا في ظل شفافية النفاذ إلى المعلومة وشفافية النفاذ إلى المعلومة تتطلب يعني نوع من الحريات وتطلب مشاركة المجتمع في الحكم وبالتالي الديمقراطية الديمقراطية هي ليست استيراد من الغرب أو تفريضه أو سلعة هي طريقة لإشراك المجتمع في سياغة القرار العام وفي إدارة الشأن العام ثم النقطة الأخيرة فيما يخص الإنعكاسات الاقتصادية والاجتماعية يعني للاقتصاد على الاقتصاد الكوبي كل ذلك يتوقف على مدى ذكاء الطبقة السياسية في كوبا على يعني توجيه هذا الانفتاح أنا أعتقد لو تم الانفتاح على أساس أن نحن سوق وتعالوا استثمروا لدينا ستكون كارثة في ظل وضع اجتماعي هش وهش جدا وفي ظل المجتمع تعود على خدمات يعني الاجتماعية والتعليم إلى غير ذلك لابد من انفتاح على شرط أن يحافظ إلى حد ما على دور الدولة في بعض المجالات وعلى تعاون بين يعني القطاع الحكومي أو عفوا القطاع العام مع القطاع الخاص ومع قطاع تعاضدي ونحن نعرف أن في أمريكا اللاتينية هناك تجارب كبيرة في القطاع التعاضدي غسل أنا أريد أن أشير إلى أن الحصار الاقتصادي أينما فرض أعطى ثمره والبرهان على ذلك كوبا والعراق وإيران الاقتصاد الإيراني الآن على الأرض وشعب وشعب الإيراني حاليا يتململ وشعب الإيراني يتململ حاليا من احتمال احتمال انهيار الاقتصاد الإيراني والإيرانيون الآن يقولون ربما يأتي دور دور إيران قد يكون أيضا إيران ضمن هذا الإطار الحصار الاقتصادي وضع إيران بموضع إيران غير كوبا أنا أحكي عن الحصار ككل أن الحصار أينما قام أعطى ثماره وآخر دليل على ذلك هو روسيا روسيا غليست بكوبا هذا أعطاه اعتماد على الذات أنا أتكلم عن الحصار قيل أن الحصار لم يعطي ثمار أنا أقول أن الحصار يساعد على المحافظة السياسية ويشجع على الإنغلاق وأنا أريد أن أجيب على هذا السؤال أنا أعتقد أن مع الزمن قد يعطي رد فعل معاكس تماما المرحلة الأولى هي الإنغلاق على الذات والتمسك بالوطن ضد الخارج والتهديد الخارجي ولكن على المدى الطويل عندما يصبح الشعب الشعب الإيراني أو غير الإيراني المفروض عليه الحصار يبدأ يتململ ولابد من أن يصل إلى يوما ما إلى تقدم الحصار لاختصاد الجريمة في حق بعض الشعوب ويجب إيزالته في الحقيقة لابد من إيجاد طرق أخرى في السياسة الدولية عداء هذه السياسة التي تعاني منها الشعوب والفئات المهمة والفقيرة أكثر من الأنظمة المسؤول هو النظام المسؤول هو النظام لماذا نعاقب شعبه النظام هو المسؤول عن نظام شعبه وليس بخارج عزيزة تكلمت عن آثار ومؤثرات هذه المقاطعات المقاطعات الاقتصادية والسياسية بشكل عام في جزيرة كوبا نتحدث عن كوبا اليوم في جزيرة كوبا بالذات هذا الحصار أعطى ثماره بشكل إيجابي كوبا تصدر أطباء تصدر طب وصيدلة تصدر كل سنة أقرأ جريدة وخاصة في التجميل لا لا ليس في التوفيق أطباء حطف تجميل حطف تجميل معروف خمسة سنوات فقط للدراسة ويصدرها لجميع الدول النامية وبلقابل هذه الدول نتكلم عن الحصار الاقتصادي هذه الدول النامية التي تملك ثروات في أرضها إن كانت بترول وإن كانت ثروات أخرى تعطي لكوبا بترول تغذية محاصيل زراعية وغيرها كوبا تصل في مرحلة مصنفة في درجة 28 من درجة التطول الاجتماعي حسب وكالة برنامج التغذية للولايات المتحدة لا برنامج المتحدة للتطور للتنمية للتنمية شكرا أي بدرجة دول أوروبا الغربية وهذا الشيء لا يمكن أن نقوله لا أقول أن النظام الكاثري صنع هذا التطور ولكن الحصار مع هذا النظام المنغلق عن نفسه جعل الكوبين يعاولونه على أنفسهم على أنفسهم بشكل تام بالتعليم بالطب بالتطور بشكل عام الصناعات الكوبية صحيح أنها ليست في مدرجة الصناعات الصينية لا يمكن أن نقارن ولكن كوبا الآن وسط المرحلة تستطيع تقبل هذا الانفتاح بشكل تدريجي وبدون فوضوية أنا لا أعرضك في هذا المجال ولكن أنا أقول أنه مع الزمن لن يصمد أي نظام لن يصمد أي نظام دكتاتوري أكيد مجيد وهناك أسؤال ليحمد فتحي بعد ذلك لأحد المشاهدين لا يمكن أن نقول أن الاقتصاد الكوبي هو في مستوى اقتصاد الدول الأوروبية لا 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 كالاقتصاد درجة تطور الإنساني عفوا التطور الإنساني ليست أنا من أقول الدرجة 28 هذا ما تعطيه برنامج الورمتحدة التنمية هو الذي قال ذلك ليس بهذا نعرف أن الكوبيون أرسلوا أطباء لإفريقيا والباكستان ولقطر قطر فيها بحثة طبية كوبية تقدر بعشرات الأطباء يعملون في المشافي القطرية وهذا نمكن أن ننكله هل دولة مثل قطر ليست بقادرة أن تستقبل أطباء بين غير كوبا؟ نعم ولكن كفاءتهم جعلتهم في مرتبة الأولى هناك كفاءات في مجالات محددة ولكن الوضع الكوبي بشكل عام هو وضع اقتصادي صعب ووضع اقتصادي متخلف وهذا أمر بديهي يعني رفع الحصار سيكون له دور إيجابي على الشعب الكوبي وسيحسن الوضع الاقتصادي العام والآن سيدخل في العلاقات الدولية شيء جديد في هذه العملية لأن العلاقات الدولية هي دائما مبنية على علاقات بين الدولتين بين الدول وهذا هو مبدأ العلاقات الدولية ولكن القانون الدولي تغير وصارت الآن أمريكا لما سيقع الموافقة والاتفاقية بتبادل الاستثمار ستخرج الدمولة الأمريكية من ما يسمى بالرعاية الدبلوماسية وستجعل المستثمرين الأمريكان مباشرة مع الدولة الأمريكية وسيكونون مع الدولة الكوبية وسيكونون هم لاعبي دور بشكل مستقل عن دولتهم وهذا هو قانون الاستثمار الدولي أحمد فتحي هناك من يسألك أيضا على فيسبوك مباشرة هل هناك لوبي كوبي دفع في اتجاه هذه المصالحة؟ لا الكوبيون لهم لوبي قوي في الولايات المتحدة وليس فقط في جنوب فلوريدا حيث يتمركزون في هافانا الصغيرة في ميامي ولكن كما ذكرت في البداية أن السنة روبرت ميناندز رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ هو أمريكي من أصل كوبي وهؤلاء ضد يتم تطبيع العلاقات مع نظام كاسترو يريدون أن يكون هناك علاقات مع كوبا ولكن ليس مع نظام كاسترو هؤلاء يأتون بذكريات وتجارب نفسية أليمة عندما هاجاروا من كوبا ولكن الشباب الكوبي وهو النسبة الأكبر من الكوبيون الحاليون مؤيدون لإجراء رئيس أوباما نتذكر أنه في انتخابات 2008 رئيس أوباما لمح أنه سيتم تخفيض الإجراءات والتعقيدات المتعلقة بالسفر إلى كوبا يوجد تيران عارض من مايامي إلى هافانا ويستطيع استخدامها الكوبيون الأمريكيون فقط وهي تستلزم الحصول على تصريح من وزارة الخزانة الأمريكية قبل السفر إلى كوبا ولكن بعد هذا التطبيع ستكون هناك خطوط تيران منتظمة الشركات الأمريكية مستعدة منذ سنوات للقيام بهذه الخطوة البرامج السياحية لمنظيم الرحلات السياحية جاهزة ومن الغد سننظر إلى الدعاية المهولة التي ستفرد ماذا ينقص بعد هو وجود شركات الفنادق الأمريكية الكبرى أن تتواجد على الساحة الكوبية وهذا سيحدث بلا شك أحجزنا غرفة من الآن في كوبا تفضل حصل ربما اختلاف أو تقابل في جهازة نظر من حيث بعض المؤشرات إلى غير ذلك كنا نتحدث في الحقيقة عن المؤشرات الاجتماعية للتنمية عندما نتحدث عن المؤشرات الاجتماعية للتنمية يعني مثلا نقصد النظام الديمغرافي ومعروف أن النظام الديمغرافي مثلا في كوبا هو شبيه جدا ب وأؤكد هناك بالنظام الديمغرافي للبلدان المتقدمة يعني نسبة ولادات منخفضة جدا ونسبة وفايات منخفضة كذلك وبالتالي نمو ديمغرافي بطيء مثل ما تشهده بعض البلدان يعني المتقدمة بفضل الزيجارة الكوبية يعيشوا أكثر من مئة سنة النقطة الثانية النقطة الثانية هذه المؤشرات الاجتماعية مهمة وهي التي تحدث على الأخ منها كذلك يعني معدل الحياة عند الولادة منها كذلك نسبة التمدرس ومنها كذلك يعني نوعية الكفاءات التي ينتجوا هذا البلد وهذا شيء إيجابي في كوبا لكن المشكل على مستوى المؤشرات الاقتصادية لا تتطابق مع هذه المؤشرات الاجتماعية لذلك نقول أن في كوبا هناك يعني إمكانات كبيرة وكبيرة جدا بشرية بشرية طبعا يعني رأس مال كوبا حاليا لا نفط ولا رأس مالها بشري ويتمثل خاصة في هذه المؤشرات الاجتماعية للتنمية التي تحدثت مثل تونس مثل تونس طبيعي جدا لو تقارن بين النظام الديمغرافي في تونس والنظام الديمغرافي في كوبا تقريبا نفس الشيء من البلدان القلائل التي طبقت سياسة التنظيم العائلي منذ الستينات ومن البلدان التي ركزت على التعليم رغم أنه يعني التوجه الإطار العام إطار اقتصاد منفتح في تونس وإطار اقتصاد اشتراكي في كوبا لكن التوجهات على مستوى التنمية الاجتماعية كانت نفسها الصحة والتعليم هذا ما ركز عليه بورقيبة نفس ما ركز عليه في دالكاسترو وهذا ما أنتج في هذه البلدان التي هي لا تمتلك يعني إمكانيات مالية وإمكانيات يعني مناجم إذا غير ذلك جعل الرأسمال البشري هو الرأسمال الأساسي لذلك أقول أن عملية التحول هذه الداخلين بالنسبة لهذا الرسيد ستكون مسنودة كذلك بخبرة الكوبيين الذين عاشوا في الولايات المتحدة والذين أعتقد أنهم هم الذين يجبوا أن يمثلوا قطيرة عملية الاستثمار في كوبا في إطار شركات صغيرة كي لا تفسح المجال يعني للرأسمالية المتوحشة وذلك الاستثمار الذي يبتلع يعني الأرض واللعبات غسين أنا أعتقد عفوا باختصار فيليت برد أنا أعتقد أن النمو الاقتصاد الكوبي بعد الانفتاح الأمريكي لن يتسلمه فقط الجالية الكوبية المتمركزة في المولايات المتحدة التي يمكن أن تعود للاستثمار ولكن أيضا الشركات الأمريكية وشركات كبرى أمريكية سترغم كوبا على الدخول آجلا أم عاجلا في النظام الدولي والعولمة الدولية الواقع الدخول التي تتحدث عنه عفوا ليس فقط دخول إلى النظام الدولي ولكن دخول إلى النظام الأمريكي بشكل خاص لأن الشركات الأمريكية وأستثماراتها صحيح هذا الشيء موجود ولكن المجتمع الكوبي نفسه عنده استعداد لتقبل الآن العودة إلى حضن ليس الوطن الأمريكي لأن أمريكا الولايات المتحدة عفوا أن أتحدث أمريكا قاررة ولكن عن الولايات المتحدة كدولة الولايات المتحدة احتلت كوبا وكانت فيها بقيت فيها فترة طويلة من الزمن نعلم هذا الشيء تماما للأسف لا أعتقد أن هناك سيكون هناك تحول من الاقتصاد المبرمج أو المدار من الدولة مباشرة كما هو الحال الآن ولكن سيكون هناك نوع من ليس الفوضوية ولكن الرأسمالية المتوحشة التي تحدثت عنها للأسف لماذا لأن الشعب الكوبي بعد فترة من الحكم الكاستري ليس في مقدورته الآن تقبل هذا التطور أو التحول بشكل تدريجي وأخشى أن يكون هناك تحول نهائي للدولة الكوبية لتصبح دولة ثانوية من المحيط الأمريكي أعدكم بنقاش حول هذا الموضوع بأتبار أن هذا النقاش يتير واتمه أنتهى البرنامج للأسف أحمد فتح شكر في الختاب للزميل الصحفي غسان معلوف ديكتاتورية الوقت غسان معلوف المحلل السياسي ومجيد بودن وهو محامي وعادل طيفي وأستاذ في التاريخ المعاصر ومعنا من نيويورك أحمد فتحي كاتب ومحلل سياسية شكر لفريق البرنامج أمسي مريحة للجميع اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر